سهلا يعطيك العافية يا جماعة اه اه اوكي ان شاء الله ان شاء الله الورشة اليوم تكون يعني خلينا نقول مليئة بالمعلومات اللي تستفيدوا منها وتستخدموها ان شاء الله في حياتكم الشخصية وممتاز وممتاز الله يعطيكم العافية طبعا يعني من اهم المواضيع تمام اه اللي احنا دائما متكلم فيها اللي هي الصعوبات التوظيف لمهندسين الكهرباء الالكترونيات الابتصالات تمام وخصوصا يعني خلينا نقول يعني دائما دائما لازم تحطه في بالك انه في بعض التخصصات بتكون مبهمة او مش مبهمة يعني الطريق لالها مش سهل تمام يعني انت فعليا لو بدك مثلا اعطيك واسمين مثال وتفعليا بدك مطعم ممكن تلاقي مطعم لكن لو بدك اشي مخصص لاشخاص معينين تمام لازم تدور عليه بطريقة اخرى فواحدة من الاشياء اللي خلينا نقول من الصعوبات اللي بواجهوها مهندسين الكهرباء والالكترونيات تمام في التوظيف اوكي رح نتكلم فيها ان شاء الله في اليوم رح نتكلم على كيف يعني الطرق اللي رح نتعامل فيها طيب نرجع نتكلم حاليا على الصعوبات اللي بتواجه مهندسين الاتصالات ونتكلم على نقاط مهمة جدا 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 تمام؟ ودائماً إحنا بنجينا نتكلم عن الكهرباء والالكترونيات هي الأمبريلا أو المظلة لجميع التخصصات اللي تكون تحتها تمام؟ يعني مخصصات يعني هندسة الكهرباء والالكترونيات هي أو هندسة الكهرباء بشكل عام والالكترونيات بشكل عام هي مظلة تحتها بتدخل جميع التخصصات الأخرى اللي إلها علاقة في الهندسة تمام؟ الكهربائية والالكترونيات طيب الآن فعلياً في سؤال بيطرح نفسه نستكد نشات طيب خلنا نتكلم على موضوع الوضع الحال لسوق العمل في مجال هندسة الكهربائية والإلكترونية طيب الآن فعلياً أكيد لما نجي نتكلم على مجال معين في سؤال بيطرح نفسه بيقول لي إيش الوضع الحال للسوق تمام أو كم نسبة التوظيف في السوق أو إيش احتياج السوق الحالي تمام اللي أنا موجود فيه الآن فعلياً لازم تفهموا أن السؤال هذا له معايير جداً 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 ضخط لدرجة أنه أنت فعلياً لما تيجي تقرأ أي دراسة حتلاقي الدراسة مخصصة في معيار معين تمام أو في نقطة معينة أوكي وما في أي دراسة بتجاوب على هذا السؤال بشكل تفصيلي يعني ما في أي دراسة بتقول لك أوكي معدل الطلب على في مجال هندسة الكهربائية والإلكترونيات عالي أو قليل ما في طب شو سبب الرهيب؟ أنه أول إشي إحنا فعلياً لنجل نتكلم على هندسة الكهربائية والإلكترونيات لازم نبدأ أن نخصص في أي مجال إحنا بنتكلم هل بنتكلم في مجال هل بنتكلم في مجال هل بنتكلم في مجال الاتصالات هل بنتكلم هل بنتكلم هل بنتكلم مجال هاي فولتج لشركات الخاصة وللشركات الحكومية مجال هاي فولتج في المناطق المثلاً إكس في منطقة في منطقة مثلاً طرابلوس ولا مثلاً في منطقة في مدينة كذا فالجواب يختلف من معيار لمعيار ونقطة لنقطة طيب الحل الحل إنك تتعرف بالضبط إيش تخصصك ووين المنطقة المطلوبة تبدأ بنفسك تبحث عنه لكن بالمجمل وجميع الدراسات وجميع الأبحاث بتقول إنه الطلب في السوق في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات عالي جداً مش يعني الدراسات هذه تمام مش مشكلتها إذا أنت مش عارف وين التوظيف تمام هاي نقطة مهمة جداً 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 لازم يكونوا فاهمينها إنه هاي الدراسات مش مشكلتها إنك إنت مش عارف وين التوظيف يعني لما تجلس في الغرفة وتغمض عنك وتقول أنا مش شايف الضو فهي مش مشكلة الدراسات الدراسات تقول لك إنه في ضو وفي ضو ممتاز وقوي جداً لكن إنت لما تغمض عنك وتقول أنا مش شايف الضو فهي مش مشكلة الدراسات فأي دراسة هتبحثوا عنها في أي تخصص هتلاقي إنه فعلياً معدل الطلب على الشيء الفلاني بنسبة كذا تمام عدد الوظائف المتوقعة في مجال مثلاً هندسة الكهرباء في دولة ليبيا هو مئة ألف وظيفة تمام فوين المئة ألف وظيفة هون إحنا حنتكلم عن طريقة التوظيف يعني إيش الصعبات اللي بتواجهكوا عشان تتوظف مجال هندسة الكهرباء والالكترونيات هو من أهم المجالات اللي ما في أي دولة في العالم ما بتحتاجه يعني ما في أي دولة في العالم بتقوم تمام من غيره فيه تقطيع فصوت يا جماعة فيه تقطيع فصوت والصوت واضح ممتاز حلو فبالنسبة الوضع الحالي فيه طلب كبير على مجال هندسة الكهرباء والالكترونيات بجميع التخصصات اللي تندرج تحتها تمام حايلو ممتاز في محاضرة اليوم أو خلق نقول في الوركشوب تبع اليوم رح نتكلم على الطلب في مجال هندسة الاتصالات اللي هو تحت هندسة الكهرباء يعني دائما دائما هندسة الاتصالات تحت هندسة الكهرباء أي مهندس كهرباء أي مهندس إلكترونيات هو قادر على الدخول في مجال هندسة الاتصالات بشكل بسيط جدا يعني هو ما بيحتاج تمام يروح يرجع الجامعة ويأخذ له كم مادة لا نهائيا تمام ورح نتكلم إن شاء الله في الموضوع هذا بس حاليا خلينا نقول الوركشوب هذا رح نتكلم في مجال الاتصالات تمام هندس مهندسين الكهرباء والالكترونيات في تخصص الاتصالات أوكي طيب توقعات النمو في المستقبل القريب هل في نمو في مجال في وظائف هندسة التي صلت في المدى القريب نعم ومش نمو بسيط نمو مرعب تمام ليش أو كيف طيب شايفين كل التكنولوجيا الجديدة والتريندس اللي قاعد يصير في العالم حاليا موضوع الذكاء الاصطناعي البيك داتا الاناليس الايو تي وواهو إلى آخره السايبر سيكوريتي وواهو إلى آخره كل هاي الأشياء العالمية التريندس الحالي اللي كل الناس متوجه عليه الانفراستركتشر تبعتها هي الاتصالات يعني من غير الاتصالات ما حتلاقي فيه آيو تي بمعنى الآيو تي تمام من غير الاتصالات ما حتلاقي فيه بيك داتا بمعنى البيك داتا من غير الاتصالات ما حتلاقي فيه كلاود كومبيوتينج بمعنى الكلاود كومبيوتينج تمام تخيلوا أنا في دولة اللي بصرات فيها ضعيفة جدا هل ممكن أعمل IOT مستحيل هل ممكن أستخدم الكلاود كومبيوتينج مستحيل لأن الكلاود كومبيوتينج محتاج very high speed connection IOT محتاج coverage everywhere البيك داتا محتاجة ويوج داتا connected to the network في توقعات بالنمو المستقبلي في مجال هندسة الاتصالات بشكل مرعب كل تخصصات هاي بقدر مهندسة الاتصالات يدخل عليها بشكل بسيط وبيقدر يبني الـ infrastructure لهذه التخصصات تمام يعني حنلاقي بكرة في المستقبل شركات تتعامل مع مهندسة الاتصالات هو المسؤول على بقاء الاتصال تمام بشكل فعال علشان يعملوا الكلاود كومبيوتينج هتلاقي إنه فعاليا محتاجة مهندسة الاتصالات عشان يضمن التوصيل ما بين الأجهزة تمام والشبكة في أنظمة الـ IOT تمام فهل فيه طبعا هذا الكلام في المستقبل البعيد تمام طب المستقبل القريب إبراهيم أنا عشان أعمل كل هاي الحاجات أنا محتاج infrastructure قوية وتبدأ من تقنية الجيل الخامس تقنية DWDM المايكرويف هاي الأمور كلها هي infrastructure لكل الوظائف المستقبلية البعيدة نحن نتكلم على كلاود كومبيوتينج نحن نحن نتكلم على وظائف بالألاف حاليا لا هي وظائف بالمئات حسب الدول وحسب التخصصات طب في المستقبل البعيد يس فيه حيكون عليها طلب جدا كبير تمام طب إيش الإشي الحالي أنا هلازم أشتغل عليه علشان أعمل هاي الحاجات اللي هي الـ infrastructure الاتصالات من غير الـ DWDM ما هتوصل أي خلينا نقول يوزر بسرعات جدا عالية على سيرفرات خارجية تمام من غير الـ 5G ما هيتم عملية التوصيل لأنظمة أوتو درايفنج سيستم أو القيادة الذاتية تمام بالشبكة وتحسب كل إشي مكانها فأي تخصص انتو هتشوفوه تأكدوا مليون في المئة الـ infrastructure بتبعته اللي هي الاتصالات فالفترة القادمة ما هيكون فيه طلب عالي على هذا التخصص والوظائب فيه هتكون جدا عالي تمام طيب حلو ممتاز أنا الآن حاليا مهندس مهندس التصالات أو دخلت في مهندس التصالات تمام إيش التحديات اللي حواجهها تمام أو إيش المشاكل اللي أنا حواجه أول إيش لازم تعرف أنه متابعة التطورات من أصعب الأمور اللي بواجهوها مهندسين للاتصالات وللأسف هي من أكثر الأمور اللي بتقتل مهندس الاتصالات في السوق بجيك مهندس الصالات بدأ يشتغل على التقنية وصار مبدع فيها وركز فقط على هاي التقنية واشتغل فقط على هاي التقنية بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات مات السوق في هاي التقنية أوكي وهو مات مع السوق فإيش المشكلة اللي وقع فيها المهندس إنه فعليا ما تابع التطورات تمام التطورات هي من يعني من خلينا نقول من أسرع التخصصات تطورا هو تخصصا للاتصالات عشان هيك كل مهندسين للاتصالات الخرجيين بيواجهوا مشاكل بس يتخرجوا بقول لك فيه فرق فيه جاب جدا ضخم ما بين اللي أنا درسته واللي أنت قاعد تتكلمه أنت قاعد تتكلم على تقنية جديدة وفايف جي ومش عارف كلام وديده بلو ديام أنا ما أخذت هذا الكلام كله في الجامعة أنا آخر كان دراست الثري جي آخر دراست الثور جي بالفيرز فيرج انتبعه حتى من غير الالتي أدفانس من غير الكهاري أجريكيشن والمايم وهاي التقنيات إذا درسوا يعني إذا درسوا في بعض المهندسين حتى ما درسوهم تمام فهان بتكون التحديات لمهندسين للتصالات بروح بيقدم على وظيفة بده يقابل بيسألوه شو الفرق بين الجي نين هندرد إيش هي أحدث التقنيات كيف تتعامل مع تقنية الجيل الخامس إيش هو دي دابلو دي أم إيش هو الإي باند كيف عملية التوصيل للميكرويف بيلاقي حاله مش عارف ولا إشي فشو بساوي بروح بيجلس في البيت وبقعد عاطل عن العمل مع أنه السوق بيكون طالب بشكل جدا كبير يعني إحنا بعض الدول كنا نتكلم على هذا الكلام يعني في بعض الدول كنا نتكلم يقولهم يا جماعة ترا في سنة 2023 حيكون في طالب جدا ضخم على مجال هندسة للتصالات في الدولة الفلانية شدوا يا جماعة ارجعوا على كل الوركشوب تبعتي اللي أنا منزلها على اليوتيوب في سنة 2021 و سنة 2022 في بعض الدول زي الأردن كنت أقولهم يا جماعة 2023 ما هيكون في الماركت أو في السوق أي مهندس للتصالات عارف في الاتصالات ومش شغال 2023 حاليا إحنا مواجهين مشكلة إيش المشكلة؟ إنه أنا فعليا ما فيه ولا أي طالب خريج من عنده مش متوظف كل الطلاب الخريجين متوظفين وفيه طلب طلبين 25 الشركة الثلانية طلبين 25 مهندس الشركة الثلانية طلبين 15 مهندس الشركة الثلانية طلبين 40 مهندس بقولهم معلش أنا ما فيه عندي ولا أي طالب خريج في الأردن إلا متوظف تمام؟ فهاي المشكلة اللي بتحصل تحصل إنه فعليا بيكون واحد صاله متخرج مش مطور حاله مش متعلم بيروح بيقابل بيقولوا له روح خليك في البيت أجلس في البيت أنت ما بتفيدني أنا مستعد أبدلك بشخص موجود عندي فني مستعد أخده وعلمه ودربه وخليه مهندس ولا أجيبك أنت أبدع أبنع عليك من الصفر تمام؟ وإنت ما عندك حتى البيسيكس تمام؟ فهاي المشكلة موجودة وأنا معترف فيها تماما وفيش أي مهندس الصلاة مش معترف فيها تعال جيب أي مهندس الصلاة واسألوا أو أي مهندس كهرباء واسألوا شو هي تقنية الجيل الخامس هيقول لك هي تقنية زيادة السرعة طب إيش المتسي شو لي رلسي شو دي 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 أم كيف تمام ما بعرف تمام؟ فهاي التحديات السوق بتطور بشكل جدا ضخم وإحنا محتاجين لنواكب هاي التطورات بشكل جدا سريع يعني أنا يعني في نقطة مهمة جدا لازت تكونوا فاهمين هنفعلين هذا الكلام حقيقي أنا كورس نزلته في سنة 2022 مضطر أني أطوره وزيد عليه فيديوهات في سنة 2023 وسنة 2024 تمام؟ سنويا مضطر أني أزيد عليه فيديوهات ومش أزيد عليه فيديو والفيديوين لا بزيد عليه فيديوهات كبيرة عدد يعني عدد كبير من الفيديوهات يعني بنسبة 15% من الكورس بتم تحديثه سنويا الموضوع مش يعني مش سهل أوكي؟ بس في نفس الوقت الشخص اللي بدخل في هذا المجال وبعرفه تابعة التطورات ووضعه هيكون متغير يعني ووضعه هيكون أفضل من 90% من اللي حواليه فيه مرعبة يعني فيه عملية يعني خلنا نقول حفاظ يعني محافظة على الوظيفة بشكل مرعب الشخص اللي بتطور ما فيه ولا أي شركة في العالم تستغني عنه في العالم تمام؟ والله لو يجلس هو وصاحب الشركة يعني يتسكر كل الشركة بس يظل هو صاحب الشركة صاحب الشركة بيعرف هذا الشخص هو الذهب تبعي هو القول تبعي تمام؟ بس لازم تكون متابعة التطورات لأنه عارف أنت عبارة عن جوكر وين ما أحتاجك بحطك بتقدر تتعطين النتاج فمهم جدا تكونوا عارفين هذا الموضوع وتكونوا فاهمينه بشكل عميق أوكي؟ أي شخص يريد ينام يريد يحفظ يروح على تخصصات الأخرى يروح شبكات يتعلم بروتوكولات 15 سنة نفس البروتوكولات تمام؟ يروح على تخصصات غير تخصص هندسة لتصلاة تمام؟ والموضوع واضح بس أنا بضمن لك إذا دخلت هندسة لتصلاة وقدرت تطور بشكل جدا سريع وتواكب التطورات فتأكد تماما أنت حتكون شخص ذو قيمة عالية جدا فيه مهندسين يقولولي فيه طلاب سألون يقول المهندس هل فيه وضائف مهندسين للصلاة 10.000؟ يس فيه 10.000 دولار وأكثر وأكثر بكثير تمام؟ مهندس للصلاة بيجي في أي دولة الشاطر يكون راتبو أعلى مراتب الوزير معروف تمام؟ بوصل لمراحل جدا عالية بس محتاج شخص دايما يطور ويقرأ ويتعلم التكنولوجيا 15 سنة خبرة ولليوم ما بيمر علي أي يوم إلا بقرأ وبدرس 15 سنة يا جماعة عندي 15 سنة واحد غيري حيقول خلاص 15 سنة أنا خلاص ولا حفتح لا لليوم هذا كل يوم الصباح وخصص الساعة دراسة وتعلم للتطويرات اللي بتحصل في المجال أنا مبارح كان عندي اجتمع أسبوعي مع الطلاب تبعوني انصدمت في تقنية جديدة اسمها Liquid OTN بعد MSOTN MSOTN كانت يعني متصدرة الماركت السنة الماضية السنة هاي Liquid OTN اللي سنبدأوا يدرس عنها وقرأ عنها عشان أقدر أدربها وبقدر أتعامل معها وأشتغل فيها بما أنه مجالي أنا تخصصي أصلا في DWDM Optical Transmission Network تمام طيب أنا عارف الموضوع كبير وفي ناس بدأوا يفكروا أوكي بس هو في نفس الوقت ممتع جدا ممتع جدا 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 انت حتستمتع وانت قاعد تدرس تمام طيب ممتاز يا إبراهيم أنا وكبت التطورات قاعد أقرأ وأتعلم وأقرأ وأتعلم وأتطوأ أقرأ هنا وأقرأ هون خلاص أنا تخصي صلاة لاسلكية قاعد تقرأ تقنية الجيل الخامس وكيف تتم وكيف تشتغل وكيف التوصيل وكيف الكوروة وإلى آخر ودائما أنا بتابع التطورات والتكنولوجيا ووضع ممتاز جدا انت جوكر وانت ستيبل ممتاز حلو إيش النقطة التالية التي تحتاجها نقطة المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل طيب معلش بس هاي الكونتنت نسختها ولسقتها بس ما ما عدلتها هون طيب انسوا اللي على السلايد ركزوا معي أو خلينا نقول بلاش نسوا على السلايد خلينا نفصل السلايد مشان ايش ما يكون في خربطة معلش ما يمستيك سوري المشكلة اننا دائما بحضر قبل الوركشوب بربع ساعة فبنزنك بعض المهارات طيب طيب ايش المهارات التقنية التقنية المطلوبة في السوق في السوق الحالي طيب يا جماعة عشان تعرف المهارات التقنية المطلوبة التقنية ركزوا كلمة تقنية لازم تعرف التخص اللي انت هتشتغل فيه ما بينفع لانا تقول انا بدي اشتغل مهندسة الصلاة اشتغل مهندسة الصلاة زي اللي بدو يشتغل في الطب طيب انت ايش في الطب قلب دماغ انفوذ نحنجرة ايش اعصاب ما بينفع ما بينفع نفس نفس الطب نفس الاتصالات الاتصالات بحر بحر بمعنى الكلمة تمام فانا فعليا عشان اكسب المهارات التقنية اول ايش لازم اعرف ولازم اخصص نفسي في التخصص هاي جييني واحد يقول لي مهندس كيف اخصص نفسي او كيف اختار التخصص بدك تدرس بدك تدرس الطلب الحالي عندك في البلد لانه انا فعليا مثلا لو في ليبيا هل نفس المطلبات في السوق الليبي زي نفس المطلبات في السوق مثلا الخليجي لا طب ايش الفرق الفرق إنه مثلاً في السوق الليبي لسه ما دخلنا تقنة الجيل الخامس أو بدأنا فيها بس بشكل بسيط في السوق السعودي صار لها سنتين شغالة حالياً وصلوا للستاند ألون تمام؟ نفس الإشي السوق الليبي والسوق المصري السوق الأردن والسوق الليبي إنت لازم تدرس إنت في السوق شو احتياجك تمام؟ فالفترة الحالية في ليبيا حسب آخر يعني الإحصائيات والأشياء اللي درست على ليبيا هيكون المطلب الشكل جداً كبير في فترة الجاية هي تقنية الجيل الخامس في 2024 أنا كنت بتوقع في 2023 آخر في 2023 يكون تقنية الجيل الخامس بدأت في ليبيا لكن للأسف صار فيه شوية ديليه تمام؟ وهتكون يعني هي بدأت بشكل بسيط بس هيكون خلينا نقول الترين تبعها أو أعلى نقطة فيها في سنة 2024 بسبب عدم اتفاق على الترددات والستاندرد لعملية تركيب الجيل الخامس في ليبيا ما بين الهيئة والشركات لسه يعني الأقريمت هاي ما تمت انتوا عارفين عشان تتم هاي الأقريمت لازم يكون في موافقة ما بين الأوبريتورز أو المشغلين والهيئة اللي هتعطيهم ومين الهيئة المسؤولة وكيف هتتم عملية التركيبات وهواء الاخري فهي العملية شوية أخرت الموضوع لكن الفترة القادمة تمام احنا نتكلم على تقنية الجيل الخامس هتكون من أهم التقنيات اللي هيكون عليها طلب عالي في ليبيا زائد تقنية دي دور دي آمل وابتكال تراثبشين حالياً في مشاريع في ليبيا مرعبة من ناحية الألياف من ناحية التوصيل الضوئية والاتصالات الضوئية تمام؟ في الأول مiture لازم محدد المجال أنا موجود في مصر يجب ايش المطلبات في مصر وإحنا عندنا تقنية الجيل الرابع الVOICE OVER LTE هاي المطلبات حالياً في مصر يجباً عنا تقنية مثلاً خلنا نقول le microwave ال E-band حالياً في مصر تمام؟ فأنا لازم أحدد تخصص أحدد وجهتي تمام؟ بالماذا يجب أن أحدد وجهتي بعد محدد وجهتي؟ بعد محدد وجهتي ببدأ أقرأ عن ايش ببدأ اقرأ عن التكنولوجي يعني مشكلة ما هنسيم بروح على البرودكت لازم تكونوا فاهمين انه في حاجتين انا رسوملكم اياها بس على ورقة تمام فراح القلم هاي القلم تمام في اي تقنية او اي مهارة مدىك تكتسبها لازم تعرف انه فيه لها تمام واحدة من اثنين يا اما تكنولوجي يا اما برودكت تمام برودكت تكنولوجي تمام فعملية كسف المهارة لازم في البداية على التكنولوجي يعني ما بينفع انت تروح تدرس البرودكت تسعين في المئة من مهندسين بدروح بدروس البرودكت بتلاقيه راح بدو يشتغل في مثلا شركة البرودكت تبعها هواوي بروح بدروس هواوي بدروس برودكت هواوي لا هذا اكبر غلط ليش اكبر غلط يا برهيب لان انت لما تدرس برودكت هواوي وياخدوك ويودوك على نوكيا او نوكيا تطلب موظفين فايش اللي حيصير فيك ما هياخدوك لك انت مش فاهم اصلا التكنولوجي انت فاهم البرودكت عارف انه هذا في عندك بوكس وفي البوكس فيه كارت زي هيك وكارت زي هيك وكارت زي هيك وبتقدر تركبهم وفنان في تركيبهم لو جابوا لك بوكس دائري وقالوا لك يلا ركب ما هتعرف تشتغل عليهم تمام فانت لازم ما تتوجه على البرودكت في البداية لازم تتوجه على التكنولوجي وتقرأ في البداية عن التكنولوجي يعني مثلا تقنة الجيل الرابع لازم اروح اقرأ ما هي تقنة الجيل الرابع ايش مميزات تقنة الجيل الرابع بعدين ابدأ طبعا انت بتشتقرأ عن التقنية هتلاقي انه فعليا بدأت مداركك تتوسع وبدأ يزيد ايش بدأ يزيد خلنا نقول الاقسام اللي انت قاعد تدرس فيها فتلاقي مثلا والله اه والله افتقنا الجيل الخامس او افتقنا الجيل الرابع في عندي جزء متعلق بالموبايل جزء متعلق بالبرج جزء متعلق بالانتنة جزء متعلق بالكور تمام وانت قاعد تقرأ عن التكنولوجي هتلاقي يقولك انه الموبايل بيتم التوصيل على تردات 1-3-4 اوكي هاي تردات 1-3-4 بدي ادرسها هاي تكنولوجي تمام الموبايل تكنولوجي الكنيكتيفتي تكنولوجي الانتنة الكابلات فانا ببدأ اقرأ عن هاي المعلومات وببدأ بعدين اتخصص فيها واحدة واحدة تمام ببدأ اتخصص فيها واحدة واحدة واتعلم عليها واحدة واحدة بعد ما اخلص التكنولوجي بعدين موضوع البروديكت هيكون سهل جدا لان انا مثلا نقول تردد تسعمية من وين هيطلع التردد مثلا من الارف مديود تمام وين هيطلع الانتنة كيف هيجمع البيس باند يونيت تمام وهكذا بعد عملية التكنولوجي بنتكلم احنا على البروديكت طبعا سواء كان ويرلس او اوبتيكال او مايكرويف او كور او اي بي اس او واتفر نفس السيناريو انت حتتبعه في جميع هاي الحاجات انك تبدأ تتعلم اكتبه تقنية الجيل الرابع اتحدى جوجل ما يطلع لك عشر وين عشر مئة الف نتيجة مئة الف نتيجة تمام اتحدى اي شخص يكتب تقنية الجيل الرابع ما تطلع له مئة الف نتيجة تمام تطلع لك مئة الف نتيجة تبدأ تبحث في الاولى والثاني 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 والرابع والخامسة والعشر ووووو الاخري بعدين تبدأ تتوسع مداركك بعدين ما تدخل على التقنية تدخل على تفاصيل التقنية بعدين ما تدخل من تفاصيل التقنية على الأمور اللي لازم تتعلمها في التقنية بعدين تتوجه على البرودكت هاي هي طريقة المهارات التقنية المطلوبة في السوق الحالي فأي سوق حالي لازم تعرف إيش المجال المطلوب بعدين تتعلم في المجال المطلوب التقنية المستخدمة بعدين تتوجه على البرودكت بعد ما تسكر التقنية البرودكت انت أعطيك ألف عافية تحقق مطلبات السوق الحالي وانت مغمض عنك طيب هاجيين الناس يقول لي مهندس أنا فعليا مش عارف شو بده السوق فقل له أدرس أدرس كله تمام إذا أنت مش قادر تدور ولا قادر تبحث ولا مش عارف إيش أدرس كله تمام أدرس ويرلس أوبتيكل ومايكرويف هذولة ثلاث خاصات مسؤولين عن سبعين في المية من الاتصالات في السوق المحلي في أي دولة في العالم هتلاقي مرة الاتصالات 30 ومرة الأوبتيكل 20 والمايكرويف 20 مرة الأوبتيكل 40 والاتصالات 10 والمايكرويف 10 لكن مستحيل واحدة من هذول الدومينات يتم تندمر أو تنتهي لا دائماً تتطور الجيل الأول 10 سنوات جيل ثاني 10 سنوات جيل ثالث ما بين الجيل الأول وجيل الثاني صار في تطورات على الجيل الأول ما بين الجيل الثاني وجيل الثالث صار في تطورات على الجيل الثاني ما بين الجيل الثالث والرابع صار في تطورات على الجيل الرابع على الجيل الثالث وهكذا حتى الجيل الرابع يستفي عليه التطورات والجيل الخامس أول ما ينزل ما هيكون هو الفاينال فيرجن هستفي عليه التطورات طورات 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 عشر سنوات وقاعد تطور لحد ما يجيبه تطور الجيل السادس تمام أوكي ودايماً في expansion وفي عندك managed service project دائماً كل سنة في project جديد بدنا نركب مجموعة أبراج بدنا نعمل expansion بدنا نعمل managed service صيانة وووو الى اخرين في كل مجال تمام طيب جماعة المهارات اللينة والsoft skills المهارات اللينة والsoft skills في اي تخصص في العالم في اي وظيفة في العالم هتحتاجها لو بدي اشتغل في مطعم لو بدي اشتغل في سوبر ماركت لو بدي اشتغل في اي اشي تمام اي اشي انا محتاج فيه soft skills تمام وعلى فكرة هي مش اشي بسيط تمام في نوعين من المهارات في soft skills و hard skills hard skills معروفة مفهومة هي حاجات بتعتمد على علم معين مفهوم معروف الكل بتعامل معه كstandard خطوة رقم واحد خطوة رقم اثنين خطوة رقم ثلاثة done هاي hard skills لازم تكونوا عارفين شو الفرق يا برحيم بالhard skills و soft skills hard skills اشي معروف اله standard عالمي بتغير من organization ال organization بس هو معروف ادرسه تجري تشتغل فيه ما تدرسه ما تجري تشتغل فيه مثلا project management ادارة المشاريع ادارة المشاريع هي hard skills مش soft skills في فرق بين ادارة المشاريع والقدرة على الادارة ادارة المشاريع هي عبارة عن hard skills القدرة على الادارة هي عبارة عن soft skills ادارة المشاريع في الها standard و الها process و procedure و knowledge area و خلينا نقول phases او steps بدك تدرسها و تتعلمها و تطبقها بينما القدرة على الادارة بدك تتعلم اشياء بتزبط هون وبتزبطش هناك يعني مش كل اشي انت يعني اذا تحفظت والله واحد قال لك عشان تكون قادر على الادارة لازم تتعامل معتيمك بطريقة خلينا نقول بعض المرات تكون tough تمام او صعبة او تكون شديد الشدة ما بتزبط مع الكل تمام فهي المشكلة بين soft skills و hard skills soft skills هي اشياء ما الها قواعد هو اشخاص بتكلموا عنها بتلاقي انه يقولك لازم تكون انت لين مع فريقك بس مش كل الناس بزبط معهم اللين في اشخاص لازم تكون معهم شديد تمام فكل واحد بتكلم فيها بناءا على خبرات وبناءا على طريقة تعامل مع الامور اوكي ما الها standard عالم الhard skills الها standard عالم soft skills يا جماعة هي من اهم الاشياء بعد المهارات التقنية بعد ما انا يكون عندي مهارات تقنية لازم ابدأ اتعلم الhard skills سوري الhard skills وبعد الhard skills بابدأ في soft skills طبعا لما اقول يعني soft skills تيجي في الهرم الثالث تمام اوكي هي الثالث اشي بس هي اصعب اشي ليش لانه ما الها standard يعني انت مثلا بدك تتعلم معلومات تقنية روح خد كورس تعلم معلومات تقنية done اوكي done معلومات او hard skills ماشي تروح بتأخذ كورسات في الhard skills تكون فنان بس soft skills ما في يعني ما احد هيجي يقولك كيف تتواصل مع الاخرين في اشخاص هينسحوك وحتى لو اجع اعطى كورس في طريق يتتواصل مع الاخرين ما هيكون هو معتمد وstandard لكل الاشخاص هتلاقي انه في جزء ممكن ما تقنية تعمل معا بطريقة معينة في جزء تتعمل معا بطريقة تمام وعلى فكرة كثير اشخاص بيتم انهاء خدماتهم في شركات كبيرة بسبب انه ما عنده ما عنده مهارات لينة او ما عنده soft skills تمام وكثير اشخاص بيتم المحافظة عليهم بعد ما ينتهي كامل الفريق بسبب انه عندهم soft skills كثير اشخاص بيتم بنتقلوا من شركة لشركة وبروحوا بتحسن اوضاعهم لانه عندهم soft skills يعني بتلاقي شخصين هذا شخص تقني ممتاز وهذا شخص تقني ممتاز وهذا شخص عنده hard skills ممتازة وهذا شخص عنده hard skills ممتازة بس هذا الشخص راتب اعلى من هذا الشخص طب ليش ابراهيم انه هذا عنده soft skills وهذا ما عنده soft skills هذا بعرف يتناقش وبعرف يتفاوض وبعرف يتكلم وهذا ما بعرف لا يتناقش ولا يتفاوض ولا يتكلم تمام فهاي مهم جدا 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 تكونوا عارفينها وتعرفوا أن حياتكو الشخصية تعتمد على soft skills تمام؟ سمعتك وطريقة تقبلك عند الآخرين وانتقالك وتطورك بعتمد على soft skills تمام؟ طيب ممتاز هايلو ايش هي المهارات إبراهيم اللي لازم أن نستخدمها في soft skills؟ المهارات موجودة أمامكم تقدروا تقرأوها لكن أنا هتطرق عليها بشكل جداً سريع تمام؟ مهمة جداً وما أحد يقول لي لا أنا ما بدي إياها لا بدك إياها وغصباً عنك أنت من غيرها ما بتقدر تتطور تمام؟ طيب ايش هي المهارات؟ أول إيش هي القدرة على التواصل مع الآخرين الcommunication طبعاً الcommunication مش أنك تارف تتكلم مع الطرف الثاني تمام؟ لازم تتواصل معه التواصل لازم يكون صحيح تمام؟ كيف يعني التواصل صحيح؟ يعني أنا ما أجد أن أرسل لكم رسالة أو أن أقول لكم رسالة لازم أتأكد أن الرسالة وصلك بشكل واضح ما بين في عاجة أقول لك مهارات اللي نهي مهارات مهمة جداً جداً ستتعامل معها سلام عليكم وأروح أنت فعلياً إيش سويت؟ أنت فعلياً نقلت رسالة نقلتها بس ما تأكدت أن الطرف الأمامك فاهمها تمام؟ ووصلتوا بشكل واضح فالقدرة على التواصل هون هي القدرة على أنك أنت تنقل المعلومات بشكل واضح وصريح والطرف الآخر يقول لك أنه يس وضحت والأمور تمام؟ تمام؟ مهم جداً في ناس كثير ما بعرف يعمل communication في ناس بس بعرفوا بعملوا transmitting بس ما بقدروا يروح يتأكدوا أن المعلومة في وسط ولا لا وهذه مشكلة عن الناس كثير تلاقي مدير مش عارف يوصل المعلومة التي يمهم بس يتكلم بيقول لك أن تروح عمل كذا كذا سلام عليكم طب كيف أعملها طب إيش الأشياء اللي أعملها طب يمين ولا يصار في الوسط ولا كذا كم المقدار فلازم عملية الـ communication تكون واضحة لازم عملية الـ communication تتأكد منها أنه تمك بشكل صحيح تمام؟ طيب ممتاز هذه المهارة الأولى المهارة الثانية teamwork لازم تكون قادر على العمل مع فريق الأشخاص اللي بيشتغلوا لحالهم عمرهم ما بنجحوا عمرهم ما بنجحوا وقل لك أنا بيشتغل لحالي يا حبيبي ما بنفعل وإنت أصلا لما تجد تخرج من الجامعة بدك تشتغل بتحب تشتغل لحالك غلط أكبر غلط أن تشتغل لحالك المبنى يعني خلنا نقول لك أنا بدي أبني عمارة مستحيل عمارة تنبنى لحالك مستحيل تروح تجيب الاسمنتو في أشخاص عندهم مهارات عندهم معلومات عندهم أجات لازم يستفيد منها كلنا ونطلع بأفضل نموذج تمام نطلع بأفضل إنتاجية نطلع بهدف واضح بهدف كبير تمام فلازم تقدر تتعامل مع الفريق الاتصالات بحر لو أنا بدي درس كل الاتصالات ما بخلص من هون لمئة سنة ولو درستها ما هكتدرش تغل فيها كلها لو أنا بقدرش تغل في شي واحد فقط طب الأشياء الثانين في عندك أشخاص ثانين طبعا عشان أطلع أنا بأفضل نتيجة ممكن لازم يكون في عندي تيم وورك انتبهوا يا جماعة جماعة الجماعة والجماعة الخارجين لا يتغركم الحياة لا يغرك المعلومات اللي عندك انت لسه ما عندك معلومات لا يغرك القدرة اللي عندك تمام مهما كانت مش بس الخارجين حتى اللي عندهم خبرات عشر و خمسة سنة لحالك ما بتقوم بتعمل إشي لازم تكون تيم وورك لازم تكون شغال في فريق وتقدر تتعامل مع الفريق كامل بطريقة صحيحة عشان تقدروا تنقلوا المعلومة الصحيحة بشكل واضح وصحيح طيب ممتاز ايش كمان عندنا عندنا الايش البروبلم صولفينغ حل المشاكل حل المشاكل آه في فرق بين حل المشاكل والتغاضي عن المشاكل تطنيش المشاكل تمام أغلب الناس بيعملوا عملية بروبلم اغنورينغ طنش نفكر حاله إذا طنش المشكلة حتنحل حالها لا المشكلة إذا ما حليتها حتكبر تمام حتتفاقم شو ما كانت المشكلة لا تعمل حالك مش شايفها لأنه هي مشكلة ولا ستتعامل معها الآن شو ما كانت المشكلة حتى لو تحط لها خطة تتعامل معها خلال أسبوع أسبوعين يسفز تبدأ تتعامل معها من الآن تمام واجهت مشاكل مع مديرك ما تستنى للموضوع بس يتفاقم ويكره وتكره وبعدين تنفصله ويفصلك ومشي عارف هيش تنام لا ابدأ تتعامل معها مع الآن لو سمحت ليش أنت يعني ليش أنت إيش المشكلة في أداي إيش شايف فيها تمام إيش الأشياء اللي أنت محتاجين أنا أحسن عشان أفضل أكون بأفضل طريقة ممكنة لازم تحل المشاكل طبعا طريقة حل المشاكل فيه لها طرق جدا كبيرة طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة وكيف تعمل مع مباشرة كيف تعمل مع غير مباشرة بس حتى هاي الطرق لا تتبر طرق ستاندر ممكن واحد يحل المشكلة تمام في فترة من الفترات عن طريق أنه هو يعملها إجنور يس في طريقة حل المشكلة بالإجنور تمام حلو يعني في بعض المشاكل أنت لم تطنيشها خلاص تختفي بس تسعين في المئة خمس ستعين في المئة بمشاكل مستحيل تختفي أوكي فأنت لازم تكون قادر على التمييز بين المشكلة اللي هتختفي والمشكلة اللي ما هتختفي وعشانك دايما بقولكم مستحيل المشكلة تختفي لأنه نسبة المشاكل بتختفي عن طريق أنك أنت تعملها إجنور بسيطة جدا 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 تمام طيب بس أغلب المشاكل لازم تحلها لازم تعمل معها بشكل صحيح طيب مشكلة هاي لحالها ورشة يعني هاي لحالها ورشة الله يسامحكي يا نوال طيب مهرات إدارة الوقت تايم منجمنت تايم منجمنت كلنا سيئين في التايم منجمنت ما في ولا أي واحد على وجه الكرة أرضية فنان في التايم منجمنت بس هذا الإشي كويس يعني لازم تتقبل لك أنت عندك مشكلة في التايم منجمنت تمام بس في ناس عنده مشكلة في التايم منجمنت مسبة 100% وفي ناس عنده مشكلة في التايم منجمنت مسبة 10% تمام إذا كنت عندك مشكلة في التايم منجمنت مسبة 100% فإنت فعلياً حياتك بتقضيها من غير الإنتاجية حالية ولا مستقبلية لازم تحط أولويات لازم تحط في حياتك أولويات يعني أنت فعلياً كل شهر عندك أولويات عندك شهر فيه عندك أولويات مثلاً عندك مشروع تخرج شهر معين عندك جامعة عندك دفعات عندك أجار عندك كذا عندك كذا عندك كذا هاي الأمور كلها لازم تتحدد في أولويات بعدين هاي الأولويات لازم تتقسم من الآن لحد ما تيجي الأولوية تمام والله أنا عندي امتحنات بعد ست شهور هرو. ممتاز. حلو. انت كان محتاج اشان تعدل امتحان. محتاج ادرس 20 ساعة. حلو وممتاز. من الان الشهرات تدرس ربع ساعة. كل يوم. شهر جيت درس نص ساعة. كل يوم شهر بعد تدرس ساعة كل يوم. فانت تصل الامتحان وانت ايه? مخلص ولا محتاج تدرس عليه. اللي بسير في time management سفر. انا اليوم عندي امتحانات خلص ادرس اليوم. ادرس ادرس امتحانات امتحان وروح الامتحان وطبعا يا دوب اجيب لي كم علامة اذا نجحت تمام طب شو السبب لان انا صار لفترة مش دارس الامتحانة فلولن كل يوم يعني شايفين العشرين ساعة اللي خصصتها والاربعين ساعة اللي خصصتها انك تدرس المادة في يومين لو قسمتها على ستة شهور حيكون النتيجة مختلفة تماما تمام لان كنت في ستة شهور لما تدرس الربع ساعة حتكون مرتاح عقلك مرتاح قادر انك تركز قادر انك تنتج تبدأ تسأل حالك اسئلة تقدر تتوسع تمام بينما لو بتخذها قبل امتحان انت ما حتكون اصلا ما حتكون بوعيك المنطقة الكوفرد زون منطقة الراحة هاي عشان تكسرها انت محتاج وقت طويل ما محا تكسرها بيومين لانا بتضغط حال اليمين هدول ادرس 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 وبكرا بديم تحيب غلط تمام فهي واحدة من مهارات ادارة الوقت لازم امورك تكون مقسمة حتى لو يعني حاول يعني على اقل حاول في ناس حتى ما بتحاول اخي حاول حط اولوياتك حدد وقت بتدرس من الساعة في كذا للساعة كذا تمام خلاص حددها اليوم الاول صعب اليوم التاني اسهل اليوم التالت اسهل وهكذا لحد ما يصير الموضوع يعني بعض المرات بصير الامور على كيف مسلا في فترات معينة بدرس يوميا بخصص الساعة للدراسة ليش صار الموضوع عادي خلاص من غير ما اهكل هاب اصلا من غير ما افكر بوصل للمكتب بفتح كتاب بوصل للمكتب بفتح فيديو انتهى ما بحس فيها لو ما افتحتش فيديو بحس حالي انا متضايق نفس الاشي عندكم كيف دخلت الصلاة عندك في حياتك عن طريق انك انت عملت ادارة لوقتك ودخلت الصلاة في حياتك وصار الموضوع بايدفل فيه اشخاص بقدر يصلوا في وقتها خلاص هو عار شو ما كان الظرف اللي عنده بصلي خلاص حاطق وقت الصلاة عنده ثابت انتهى الموضوع تايم منجمت تمام بالليل بدي ادرس الصبح بدي اعمل كذا اليوم بدي اعمل كذا اولويات ولويات تتحدد على الفترة الطويلة وحتى الفترة القصيرة والله بعد بكرة عندي مؤتمر بعد بكرة عندي كذا بعد بكرة عندي كذا في عندي كذا وببدأ اعدل انا تايم منجمت ما بطلب منك مية في المية تايم منجمت بس على الاقل يكون ستين في المية انت فعليا اذا تعمل ستين في المية تايم منجمت حياتك هتتغير حياتك فعليا هتتغير هتنجز اهدافك بشكل بسهولة تمام طيب حيلو ممتاز حيلو ايش كمان عندنا بعد تايم منجمت عندنا ااا بي سيجيم ميكينج ايجماعة ايتخاذ القرار الصحيح هو بحدد بحدد حياتك امور حياتك كاملة انت حياتك ما بتحدد غير باتخاذ القرار القدرة على اتخاذ القرار الصحيح وحيجي واحد يقول لي أنا إبراهيم كيف بدي أتخذ القرار الصحيح أو كيف بدي أعرف أن هذا القرار الصحيح ولا لا استشير استشير الشخص المناسب ما خاب من استشار استشير الشخص المناسب دير بالك وانتبه أنك تستشير صديقك في الطبخ لأنه صديقك تذهبش في الطبخ صديقك إيش ما بفهم في الطبخ صديقك آخر يأكل بس يطبخ لا استشير الشخص المناسب عادي مش مشكلة والله أنا بدي أتخذ قرار في حياتي واحدين ثلاثة أربعة بعض المرات حتى أهلك لا تستشيرهم يعني غلط تستشير أبوك أو أمك أو صديقك غلط لأنه هو مش شخص المناسب بعض المرات أنت محتاج تتخذ القرار بناء على معلومات أنت تعلمتها بس نصيحة ما تتخذ أي قرار غير لما تسأل الشخص المناسب أوكي حلو طيب إحنا نطينا على إيش على الكريتيكال تينكينج شوف يا جماعة الكريتيكال تينكينج هذا هو يعني خلينا نقول موضوع ضخم جدا بس لازم يكون عندك قدرة على الكريتيكال تينكينج لازم تبدأ تحلل أنا فعليا لو عملت هيك إيش هيصير طبعا لو صار هيك إيش لازم أعمل ولما يصير هيك إيش لازم أعمل إنك إنت تعرف ثلاث أربع خطوات تمام بعد ما تتخذ إشي يعني أنا والله بدي أعمل كده طبعا لو عملت كده إيش هيصير رح يصير كده طبعا لما صار كده إيش حسوي حسوي كده إيش احتماليات تمام الأمور اللي ممكن تحصل لما تعمل إشي معين تمام وهذا الحاله يعني بحر طبعا عندك المهارات اللي خلينا نقول مهارات تنظيمية لأنك كيف تنظم أمورك إيش تعمل إشي في الوقت المناسب طبعا صراحة يعني موضوع بحر بحر المهارات التنظيمية المهارات التنظيمية مرتبطة بمهارات إدارة الوقت يعني إنت فيelًا كان عندك إدارة وقت لازم تكون عندك مهارات تنظيمية عشان تقدر تعمل إدارة وقت يعني هذول المهارتين مهمات جدا لازم تعرف تنظم الأمور بشكل صحيح يعني بتلاقي في مدير بقدر ينظم الأمور تمام وبتلاقي إنه وقته مدار بشكل صحيح يعني بيجي بيقول لك أنت اطلع من المكان الفلان للمكان الفلاني الساعة كذا والساعة كذا بعدين روح انت على مكان الفلان يسلم من كذا وبعدين انت روح جيبه وبعدين كذا وخلصنا تمام بتلاقي ان الامور بسيطة تمام انا كيف اعمل اشي معين بتلاقي امور بسيطة فلان انت اخذ الشغل الفلانية وروح اعطيها لشغل الفلان وهذاك اخدها وعطيها لفلان وانت سوي كذا وعطيها لفلان وفي الاخير تطلع لك بالنتيجة النهائية بتلاقي واحد ثاني باعدم الدنيا وقولك انت اخدها وديها هناك لا لا انت ما تجيبها هناك وديها هون لا 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 انت فبتلاقي الدنيا محيوسة نظام مهارات التنظيم تمام هي القدرة على انجاز المهمة في اسرع وقت وبأفضل طريقة وبأعلى كفاءة تمام اي اشي بدك تعمله تنظيم لازم هدول الثلاثة اشياء تكون موجودة فيه لازم باسرع وقت بأفضل طريقة بأعلى كفاءة وبأفضل طريقة تمام طيب النقطة اللي بعدها اللي هي القدرة على العمل تحت الضغط او القدرة على ادارة الضغط ثلاثة ارباعك وانا امتكد القدرة على كاتب في السيرة الذاتية تبعته القدرة على العمل تحت الضغط تمام اندر براشر اوكي وبس مش يجي اندر براشر بس يجي ريحة البراشر بشرط يعني بس يجي ريحة الضغط بسيط هيك ضغط بسيط بستقيل بشرط تمام يس والله في ناس كتير زي هيك في ناس ما بتتحمل في ناس تضغط عليها ضغطة بسيطة ما بتتحمل بتروح يا جماعة الضغط هو اشيء اساسي في العمل ما في عمل في العالم ما في ضغط تمام فالقدرة على ادارة الضغط انك انت ما تخلي الضغط هذا يأثر عليك هون المهارة تمام في ضغط يجيك اربع عشرين ساعة طول اليوم تمام تشرت من الضغط هذا مش الحل انت فعليا ما حت توظف حتى لو اشتغلت في شركة حتطروك انا كنت في مهمة مطلوبة منك اليوم وانت عملت حالك اطرش وروحت في ضغط لازم تنجز اليوم لك تنجزها اليوم انت كيف تدير هذا الضغط وكيف تفكر فيه هون الادارة تمام هون الفن هون المهارة ها في اتنين بتعرضوا لضغط واحد بعمل المهمة وهو بشكل ممتاز وبسلمها في الوقت وشخص تاني ما بعمل مهمة ولو عملها بعملها اشيء سيء جدا بطريقة سيئة وباين عليها انه هي مش مش الاشي المطلوب مش اتفاعل مطلوبة شو الفرق بينهم فرق انه اذا كان مش قادر يتحمل الضغط وهذا قادر على ادارة الضغط تمام فادارة الضغط مهم جدا 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 وما حدا يتوقع عنده فعليا تمام في ارض الواقع ما يتعرض للضغط ولازل تتقبل هذا الموضوع وهذا الموضوع هو اساس ايش يا ابراهيم هو اساس انك انت تطلع شخص محترف تمام الالماس كيف بتم عملية يعني كيف بطلع الالماس الالماس هو عبارة عن ضغط عالي جدا بتتعرض له درات الكربون فبطلع الالماس تمام نفس الاشي احنا احنا كبان اقمين ما احدا بطلع طبعا موضوع انك انت مت يعني يعني موضوع انك انت تعرض على ضغط مش معناته انك انت مبسوط مش معناته انك حياتك جميلة لا تمام مش معناته ان كل امورك سهلة لا انت القدرة على انك انت تتحمل الضغط هاي هي اللي بتطلع منك انسان مش انك انت سعيد ومبسوط ومرتاح وامورك تمام لا في ضغط بس انا قادر على اني اتحمل هذا الضغط هاي هي اللي انا بحتاجها ما بحتاج انه واحد يكون سعيد ما بديك تكون سعيد انا بديك تكون قادر هتحمل الضغط. اذا انت قدرت تتحمل الضغط فتأكد تماما. اخرك تطلع زي الالماس. تشوف تلاقي نفسك في مكان جدا مرتفع. عالي. تمام? كبوزيشن كائلة اخرية. تمام? هتلاقي اهدافك كلها تحققت. فالقدرة على ادارة الضغط. تمام? مش القدرة على انك تكون سعيد. مش القدرة على ان حياتك تكون وردية. لا. القدرة على ضغط هو القدرة على تحمل الضغط وانك انت تطلع افضل الانتائش تحت الضغط. تمام? طيب. بدي حاول استعجل لانه ما ما ضل عندنا. تمام? فيه جزئية اسئلة. وفي عندنا سعيدات كثيرة. فمعلش سامحوني مش هنقدر نكمل. راح ننتقل على السعيدات اللي بعدها. وان شاء الله بني لها لاحقا. اذا ممكن نعمل وركشوب خاص بمهارات التواصل او خلينا نقول مهارات. طيب. لازم يكون عندك سيراداتية. سيراداتية لازم تكون مرتبة ومنظمة. وتعكس مهاراتك. يعني مجينا واحد كاتب سيراداتية. مهندس. كهرباء. والكترونيات. خريج من جامعة الفلانية. تمام? يحب اه تعلم مادة البرمجة. والسي سي ان اي. والسي ان بي والسي ان اي. وعنده مهارات السباحة. وركوب الخيل. تمام? وهذا رقم جوالي واميري. وبستنى واحد يتواصل معه عشان ايش يوظفه. يا جماعة يعني ما تستنى. انا بقول لك لا تستنى. انسى موضوع السيراداتية. سيراداتية اروح بلها وش رميتها. تمام? بلها وش رميتها. يس بلها وش رميتها. لانه هاي مش سيراداتية. تمام? اوكي? حتى كفر بيج ما بتيجي. حتى كفر بيج. تمام? ما بتيجي. يعني صفحة كفر ما بتيجي. تمام? طب رهيم انا طالب خريج. شو بدي احط? لا تقدر تحط تقدر تحط كثير. كيف يعني ما بقدر احط كثير? كثير تقدر تحط. يعني قدرة على العمل مع الفريق. انت ما عملت مشروع تخرج مع اصدقائك؟ يس. هاي القدرة على العمل مع الفريق. مهارات وليس خبرات. حاولوا تحطوا مهاراتك وليس خبراتك. انا ما بستنى. انا ما بديك تكون قادر على العمل مع فريق في في الصايت. انا بدي يعرف هل عندك القدرة على العمل مع الفريق. يس. اوكي. ايش كمان. مهارات التفاوض. انا عندي القدرة على التفاوض. انا لما اروح للسوبر ماركت. واشتري او اروح اشتري مثلا تي شيرت من محل. وتناقش معه بالسعر. واختار افضل اشي. تمام. هاي مهارة. هاي مهارة التفاوض. تمام. هاي نتكلم على مهارات اللي لازم تضيفها سيرة ذاتية. اوكي. طيب. النقطة التانية. المعرفة وليس الاسم. كيف يعني المعرفة وليس الاسم. المعرفة هو ليس الاسم. يعني انت فعليا لازم تحط اجتبعتك. مش اسمها. يعني انا اخذت مادة مثلا. او اخذت كورس مثلا للتصاصلات اللاسلكية. ما بحط ما بتحط كورس الاتصاصلات اللاسلكية. هاي مش معرفة. وين معرفتك? شو درست كورس الاتصالات اللاسلكية? لدي المعلومات الكاملة عن تقنة الجيل الخامس عن الـ AMBB عن الـ URLC الجيل الخامس الـ NR هاي كلها بدك تكتبها عندك معرفة انت ما حتيجي تروح في المقابلة ويقولك يلا امسك هذا السلك يلا قصي ليه بإيدك ما بتقصي السلك بإيدك ما في تطبيق العمل امتحان ما حيكون انه يلا خد هذا إيكوبمانت ركب ليها أمامي هسا لا انت حيكون مطلب منك ان يكون عندك معرفة بالإشي مش شغاله بإيدك تمام يعني مش إشي بإيدك انت مهندس انت مهندس احترم الاسم اللي انت فيه ما حد يجي يقول لازل تطبيق عملي تمام تطبيق عملي هذا لما تكون فني لما تكون عامل لما يكون معك فانوية عامة تمام وتروح تشتغل في السايت أوكي هون تحتاج تطبيق عملي تحتاج تشتغل الكوننكتر بإيدك تشتغل الكابل في إيدك تمام بس أنا فعليا كمهندس أنا بحتاج معرفة معرفة كيفية عمل الكوننكتر معرفة أحدث التقنيات معرفة طريقة التوصيل معرفة أقسام البرج تمام معرفة أجزاء البيس باند يونيت معرفة أنواع الارف مديو معرفة 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 تمام مروح يقابل بسألوا بيقولوا لأنت تعرف البس باند يونيت يس إيش أجزاء وكذا 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 أنت وين شغال قبل هاي المرة ما بسألوا أنت خريج أي سنة بسألوا أنت وين شغال قبل هاي المرة مع أنه والله يمكن عمره ما راح على موقع طب شو سبب إمراهيم المعرفة تمام وليس الاسم فهاي مهمة جدا المهارات وليس الخبرات المعرفة وليس الاسم أنتوا فاهمين خبرات وليس المهارات الاسم وليس المعرفة يعني هو بنده يكتب في سلة داتية اشتغل مع شركة فلانية فلانية مع تيم كذا 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 في منطقة كذا 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 وكذا كذا كذا لا هذا مش المطلوب المطلوب للمهارة هل أنت قادر على أن تشتغل مع تيم هل أنت قادر على أن تعمل كذا يس هل أنت قادر على أن تشتغل تحت الضغط يس أنا قادر على كذا وكذا وكذا كذا كذا تمام فهي المهارة وليس الخبرة انتبهوا النقطة الثانية المعرفة وليس الاسم في أولها ركزوا في أولها في أول حياتكم اعملوا هيك طيب رهيم أنا لم يزيل في عندي خبرة يس وقتها الخبرة وليس المهارة خلاص أنا اشتغلت في شركة ليش أحط مهارة أنا أريد أحط خبرة تمام والله أنا مثلا صار عندي experience جدا قوية أشرفت على مشروع ضخم أوكي وقتها الاسم وليس المعرفة اسم المشروع أنا أشرفت على مشروع XXX قيمته بستة مليار وواء إلى خيري ما بحتاج المعرفة أنا بحتاج الاسم تمام فافهموا هاي هاي النقطة مهمة جدا هذا الترك الوحيد اللي ممكن يعديكوا على مرحلة العمل ومرحلة المقابلات المهارات وليس الخبرات والمعرفة وليس الاسم بعد أربع خمس سنوات ترجع للخبرات وليس المهارات الاسم وليس المعرفة تمام طيب نقطة ثانية استعداد المقابلات وكيفي تردع لأسئلة التقنية وغير التقنية أنا أعطيت استراتيجية قبل فترة هرجع أعدلكم مياه مهمة جدا 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 في المقابلات أول إشي لازم تعرف بالضبط انت وان بتقابل يعني أنا بستغرب من الناس بقوله أنت في أي الله أنا عندي مقابلة في شركة ثانية في أي قسم والله بعرفش أيش اسم التخصص بعرفش طب مين اللي بديل قابلك بعرفش طب انت أي شو بتعرف ولا إش تمام لازم تستعد للمقابلة لازم تكتب كل إشي لما يجي يسألك عندك مقابلة في شركة ثانية لو سمحتت بس في أي قسم شو اسم المسامر وظيفي شو المهارات اللي تحتاجوها شو النولجي اللي انتم محتاجينها. يس اسأل اسأل. هو حيقاب لك. تمام? هو حيقاب لك. انت لما تروح تخطب. تمام? اهل العروس بيسألوا عنك. ما هو لك لما تروح تتوظف. اسأل شو الوظيف اللي رايح عليها. طب ليش انا اسأل لحاجتين. الحاجة الاولى تتجهز لها. تكون جهز لها. تمام? تكون جاهز بالزبط لأيش هم محتاجين. ماهما تروح تقابل وانت مش عارف شو ما بدهم. وتستل صدم في المقابلة في الاسئلة. فلازم تكون مستعد. عن طريق السؤال. تمام? عن عن الوظيفة وعن الشركة. وتدخل العديد على جوجل. تبحث عن الشركة. تشوف ايش التخصصات اللي فيها. تمام? تكون جهز لها كامل. طيب. في الاسئلة. في توجيه متعمد. يعني انت لازم توجه الشخص اللي قاعد يسألك على الاشي اللي انت بدك ايا. يعني جاك سؤال قل لك. مثلا. بدي يسألك في اشي معين. تمام? حيسألك والله مثلا ايش بتعرف عن تقنة جيل الخامس. انت فعليا تبدأ هون تعمل استراتيجية توجيه المتعمد. ايش هاي الاستراتيجية? استراتيجية هي انت تتوجه على المكان اللي انت بدك اياه يسأله فيه. اللي انت بدك اياه يسألك فيه. تمام? فبتقول له. مثلا انت عارف تقنة جيل الخامس. عن. الاي ام بي بي. ما شو بتقول له? بتقول له تقنة جيل الخامس فيها تقنيات كثيرة جدا. ومن اهم التقنيات اللي فيها هي الاي ام بي بي. وبتسكت. ما تجاو. ما تقول ايش هي تقنة الاي ام بي بي. تمام? لازم تقول تشرح تقنة الاي ام بي بي. لا. اذا شرحت تقنة الاي ام بي بي. خلص. السلام عليكم. خلص. انت فاشد في المقابلة. ليش? لانه حيسألك سؤال انت مش عارفه. ووقتها ايش? هيقول لك لا. معلش. انت غير مؤهل معنا. تمام? لازم تف حامس بفهم فيها وتقنيات جيل الخامس مهم جدا. وعليها الانفرسركة. ومن اهم الحاجات لتقنة جيل الخامس الاي ام بي بي. فبا دفولت. الانسان عقل الانسان الايش المبهم بسأل عنده. تمام? او اوكي هو قل ايب طو. حتى لو انه عارف شو هي الام بي بي. حسألك. يقول لك شو هي تقنة الاي ام بي بي. لانه هو هيتوقع انك انك انت مش فاهم تقنة الاي ام بي. هسألك شو هي تقنة الاي ام بي. يقول تقنية السرعة وا وا الى اخيري كده ك كذا كذا كذا. تمام? وهي التقنية بتعتمد على ثلاث امور اساسية. تمام? هاي الامور اساسية هي اللي بتقوم هاي التقنية لحالها. حيسألك ايش الامور اساسية? وهكذا. هاي طريقة التوجيه. تمام? مهم جدا تكون عارفينها. وتحاولوا تقيد. يعني انا انا مجربها هاي التقنية. هاي هاي. هاي التكنيك. مجربوا في مقابلات. كل مقابلات اللي بقابلها. ونسبة تسعة وتسعين فاصل سعافة المية بنجح معي. تمام? طيب. فيه تقنية. تقنية فيه اشياء واضحة. فاوعى تغلق يعني اوعى تجاوب عليها. تمام? في واحدة يقولك افتي. لا ما تفتي. تمام? ايش انت مش عارفه? تمام? عادي تقول انا مش عارفه. اوكي? والله تقنية افلانية كم اعلى سرعة? قل له على حسب يعني انت كيف تجاوبه? قل له على حسب موقعها. تمام? بس ما تجاوبه. يعني لما يقولك كم سرعة تجي للرابع? انتبه تجاوبها. هاي الاسئلة هي اسئلة فخ. اتحدى اي حد فيكو يقول لي هسا فعليا على الشهات كم سرعة تقنية الجيل الرابع? على الشيء. اتحدى. ما بتقدر. ما بتعرف. تمام? الاسئلة التقنية تمام? مهمة جدا تكون عارف انه انه فعليا ما لها جواب واضح. فانت كيف بدي اعرف الجواب? بدك تسأل اسئلة. وين? كم الباندود? كم الكارير? كم كذا? طب والله يقول لك لا انا بس بدي اعرف تقنية الجيلة الخامس. الجيلة الرابع كم سرعتها? اتسأله بشكل العام. ترى رح سرعتها? من كذا لكذا. هاي الامر التقنية. من عشرين لمية. حسب المكان وحسب البرج وحسب 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 وحسب. تمام? طيب. لأسأل التقنية حاولوا ما تجاوبوا عليها غير وانتم متأكدين بنسبة كبيرة. طبعا انا مش براهي مش متأكد. خليك في الارجع ورا. يعني ارجع ورا خطوة. وقلوا حسب حسب. حسب الكذا. حسب الكذا. طبعا مش كل مش كل مقابلة حسب. لو كل مقابلة حسب الاروح على البيت. تمام? اذا انت ما عندك معلمات تقنية تجاوب على نسبة تسعين في المية والعشر في المية تقوله حسب المكان حسب التقنية حسب كذا. تمام? اعتبر حالك انك انت فاشف. يعني ما احد يروح بده يجاوب أسألة تقنية ومش عارف اصل السؤال من ايش? وحيجاوب كل أسألة تقنية بالطريقة هاي. لا. غلط. اوكي? تمام? انا باتكلم على خمسة في المية. اللي انت ممكن تطلع لك خارج التوجيه هذا اللي قاعد يحصل معك. تمام? طب الغير تقنية. الغير تقنية ديروا بالكو تكون اجاباتكو تمام? موزونة. يعني لم يجي واحد يقول لك شو سبب ان كنت تركت الشركة الماضية? انتبه تقول له بسبب انه انا عملت مشكلة مع مديري. لا. هل لي اجوبتك هي اجوبة تمام? آآ خلينا نقول انه هي اجوبة آآ محفزة. كيف يعني محفزة? يعني انا ليش تركت الشركة الماضية? انا بصراحة في شركة الماضية وصلت لمرحلة انه انا فعليا آآ ما في اشي جديد اتعلمه. انا حابة اتعلم اشي جديد. تمام? وانا سمعت عن شركتكو. وشركتكو يعني ما شاء الله تبارك الله اغلب ما نسين فيها بتاعنا اشياء جديدة. وانا حاب اني ادخل في هذا التيم. تمام? وهو واي الاخري. تمام? انتبه تحكي انه انا في عندي مشكلة مع مديري. اوكي? انتبه تحكي انه الشركة معتنين شراطب من خمس شهور. لا تدم بالشركة او الجهة النقطة اللي انت موجود فيها. وثلاثة ارباعهم بيعملوا نفس الاشي. فالشخص اللي بيقابل اقول اه هذا بك ربع سالة سنتين. هيروح يحكيلي اه يحكي عني انه انا سيء او انا او انا او انا. ما حيوض. تمام? فلازم تكون اسئلتكو. لا تنتقد فيها شخاص. ودائما تنم على التطوير. لما يسألك بيقول لك كم الراتب متوقع وقتها انت بتكون عامل دراسة. اذا انت عارف الراتب اللي هم مبعطوه تعطيهم راتب متوقع. اذا انت مش عارف بتقول لهم الله في حسب الشركات شركات بتاع تقييمات حسب موظفين. فانا هدفي الاساسي مش الراتب. انا هدفي الاساسي ان انا ادخل معك وتعلم معكم. تمام? طيب. البحث عن فرص التوظيف. احنا في 2023 يا جماعة مش في الالف وتسعمية وتسعة وتسعين. ولا الف وتسعمية وتسعين. احنا في الفين وثلاثة وعشرين. احنا في الفين ثلاثة وعشرين. طيب ايش هي الفين ثلاثة وعشرين بتساوي? في انهم مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع توظيف. تمام? ابحث عن وظيفتك في مواقع التوظيف. كم واحد فيكو عنده حساب لينكدين? كم واحد بدور يوميا على الوظائف المهنسين للتصالات عنده في البلد? انا بتهدى تمام? نسبة الاشخاص اللي بدوروا يوميا على الوظائف لا تتجاوز العشرة فلمين. اذا كان عنده اصلاح حساب على لينكدين. تمام? لازم يكون عندك مواقع توظيف. مواقع التوظيف ايش يا ابراهيم? حسب الدولة. في بعض الدول عندها مواقع توظيف معينة. تمام? لازم انت تكون موجود عليها. ولازم تقدم فيها. ولازم تعمل السيرة ذاتية فيها. ولازم تكون السيرة ذاتية مبنية على كلمات مفتاحية. على مهارات. هاي المهارات لازم تكون مكتوبة واضحة في السيرة الذاتية. تمام? اخر نقطة هي الشبكات. وهمية البحث عن الفرص. لازم يكون عندك علاقات لو تبنيها على مدة سنة عادي. ممكن أبني علاقة مع مهندس الصلاة ووجود شغال في شركة معينة أجلس معاه أتعلم منه أفهم منه هو حيعطيني الشركات اللي محتاجة. ابني علاقات على مواقع التوظيف ابني علاقات على الأرض الواقع تمام؟ اعزم على الفنجان قهوة. أنت ما حتخصى. أنت علاقتك معاه هاي حتساعدك. تمام؟ اوكي؟ انفيتهم لأي شيء. تمام؟ لازم تدرب الشهادات. لازم تمام؟ لازم تستغل الفترات بين الوظائف لزيادة المعرفة. أغلب مشاكل مهندسين الصلاة أو مهندسين لدخل وظيفة خلاص بيموت. بيموت. كيف يعني بيموت؟ خلاص بقولك أنا موظيفة خلاص. كل يوم من الصبح أطلع وأروح وأرجع وأكل وأنام وصح ثاني يوم. أروح وأشتغل وأرجع. لا ما بنفعل. غلط. أكبر غلط تعمل في حياتك أنك تقتل حالك بحالك. أنت زي اللي بكته الحاله في حاله. اللي بيعمل هذه العملية بكته الحاله في حاله. أنت لما تبدأ توظف بدا تبدأ تتدرب. لازم تتعلم. لازم تتطور. لازم زيد خبراتك. ولازم تقيم حالك في السوق. تمام؟ كيف يعني أقيم حاله في السوق؟ لما تجيك مقابلة روح قابل. شوف كم قيمتك في السوق. تمام؟ ولازم تتطور لما تحصل على الوظيفة الأولى. لازم. لأنه فعليا السوق بتطور. وإحنا صارنا ساعة بنقول التطور والتطور والتكنولوجيا والمهارات والآخرين. تمام؟ لازم تستغل أي فترة في حياتك في التعليم والتطوير. حتى لو معك وظيفة. تمام؟ حط احتمالية هاي الوظيفة ما تكمل معك. شو هتساوي؟ لازم تبدأ تتطور. إذا تطورت في هاي الوظيفة هتنتقل هتترقى. طب الله ما بدي أترقى أروح تروح شركة ثانية. تمام؟ قاعد في البيت لازم أتطور. عشان ألاقي وظيفة. لازم أتعلم. لازم لازم تزيد معرفتك. لازم تزيد خبرتك. تمام؟ طيب هايك احنا وصلنا لنهاية الورشة. طولنا كثير. ما شاء الله تبارك الله. ساعة. تمام؟ عندنا احنا نأخذ أسئلة. ما شاء الله تبارك الله في ناس كثير سائلة. طيب مسجلة مسجلة مسجلة. احنا بعت لك الرابط إن شاء الله في اسم السئلة ذاتية. هل خريج حديث يمكن يضافل. يس يس أنا قلت لكم الخريج مهارة وليس خبرة معرفة وليس اسم. طيب. اوكي يا جماعة. أي حد عنده أي سؤال استفسار يفعيده. احنا خلصنا الوركشوب. أي حد عنده سؤال استفسار يكتب ليها في الشات يرفعه يرفع عيده. أستاذ ممكن أعرف وين نلاقي روابط الوظائف في جوجل. كيف يعني وين تلاقي. بدخل لجوجل بتشوف ايش مواقع التوظيف في ليبيا. سألنا في ليبيا ما هي مواقع التوظيف في ليبيا. بيقول لك في ليبيا اكس واي وزنت تدخل عليها. تدخل على هاي هاي بتقول تكتب الوظيفة وانسين وظيفة وانس الصلاة في طرابلوس. مثلا وظيفة وانس الصلاة في كده. بطلع لك. هاي الوظائق. كيف يعني كيف تلاقي. احنا في جوجل يا جماعة. طيب مبدئيا شو الوظيفة انت ما بعرف. إذا معانا من الأول ورشة ولا لا? ما تتكلمنا من أول ورشة. شاكلك دخلت متأخر يا. فريا. فريا دخلتي متأخر. طيب. أكيد أكيد. في ورشة أخرى ما زال. أكيد في ورشة أخرى. طيب خلنا نشوف الأسئلة. اللي عنده أسئلة يكتب أسئلة تحت. طيب عبد الحميد. عبد الحميد. حضر عبد الحميد. نعمل عن ميوت. بس لا تكون عبد الحميد. السلام عليكم. طالب تبعي. السلام عليكم. السلام عليكم مهندس. يا أهلا وسهلا كيف حالك عبد الحميد. شو أخبار. الله يبقى رفيك مهندس. عندي سؤال مهندس معلش شي. طالب. لو المهارات اللي خرجي الكورس مثلا زي مهارة استخدام الفولت ميتر في مثلا مثلا صيانة الكرونية. صيانة البورد. مثلا هل منظرون لنا مهارة مثلا. والله ما لنهاش تعبير استخدام فولت ميتر. مثلا وصيانة بورد. يوتيوب. نعم. يوتيوب. يوتيوب. نعم. يوتيوب. لا قصدي شخص اللي عنده مثلا مهارة هذي مثلا. اللي عنده مهارة صيانة مثلا البورتات. اللوحات الكرونية مثلا مستخدام الفولت ميتر مثلا زي هذي مثلا. حولها دائما دائما حولها من خبرات لمهارات. يعني التعامل مع الفولت ميتر. لا تقول انه صيانة صيانة الاجهزة سوريا صيانة اجهزة الكمبيوتر لا. لا 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 البرد نفسك. معاشي مهارة نفسه. حتى البرد نفسه. حتى البرد نفسه. لا تقول انه أنا عندي مهارة صيانة بورد الاجهزة الكمبيوتر لا. أقول انت عندك مهارة استخدام البولت ميتر تمام. في صيانة الاجهزة. ايه صيانة الاجهزة. ايه ما تذكر بالضبط البورد ولا تذكر بالضبط الجهاز. لا انت تدخل معك انه مهارة استخدام البولت ميتر مهارة مثلا مثلا الكل سنتر مهارة ايش مهارة التعامل مع العملاء تمام ما بيقول الرد الآلي ما بيقول رد على العملاء غلط تكتب رد على عملاء تمام لانا كنت مش كل سنتر انت قعد تقدموا هنسل الصلاة فدوروا حاولوا تحولوا الخبرات الى مهارات اذا ما كانت في المجلس اتقدم فيه يعني التعامل مع الاخرين والتعاون مع الفريق تعتبر مهارة خلنا اقول لك حاجة عبد الحميد اذا انت حتقدم في محل الكمبيوتر اكتب انت عندك مهارة صيانة الاجهزة عن طريق الفولت ميتر البورت لانه هاي خبرة مش مهارة طب انا في الاتصالات الاتصالات ما في ما بدي بوردات انا خلص فاكتب مهارة استخدام الفولت ميتر لان الفولت ميتر بستخدم في ميكرويف لقياس قوة الاشارة طاهمني سمت عليك سمت عليك سمت عليك سمت عليك لا با هي المهال با هي التعامل مع التعاون مع الفريق والعمل تحت الضغط حسما ذكرت هي اكبر مهارات والله نعم صفت سكلز والوصول الى حل المشكلة لا لا هدول 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 مهارات بس بسموها صفت سكلز تمام هاي صفت سكلز اوكي انت لما تجي تكتب في الخبرات تكتب في الخبرات الاشياء اللي انت عارف تشتغلها يعني مثلا انت عملت صيانة الاجهزة والله انا عندي مهارة خبرة في استخدام جهاز الفولت ميتر عندي معلومات عن استخدام جهاز الفولت ميتر بس تحت لما تكتب في السكلز تمام اكتب مهارة العمل ضمن فريق هاي مهارة اكتب العمل ضمن فريق الخبرات في هاي الشركة مثلا العمل ضمن فريق طوان ابرين ما اشتغلت في الشركة تمام عندي مهارة العمل العمل في فريق عندي القدرة على تحمل الضغط تمام؟ حطها حط عندك كخبرات تمام؟ حتى لو تعاملت مع مع السوبر ماركت حط حطها كخبرات بس اكتبها كمهارة ما تكتبها كخبرات يعني ما تكتب أن أنا أتعمل مع السوبر ماركت لا اكتب عندي القدرة على تواصل مع التيم تعاون مع التيم العمل تحت الضغط وهو إلى آخرين وصلت عبد الحميد؟ ايه قصد التقنية التقنية بروحة يتبر الماركة بروحة بزاب التقنية بروحة والغير تقنية بروحة تمام؟ عادي الله تكرار صدل يا سند السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بنعرفك بنفسي يا سند هذه قناة اليوتيوب اسمها سند لكنها مو عندي الصدف هذه صدل يا سند أول شيء أول شيء نشكرك للورشة هذه حاب بس نجاوب عليه مواقع التوظيف في ليبيا فيها موقع اسمها ليبيان جوبس ممكن تبحتوا عليه في الجوجل وفي صفحة اسمها أجزيات جوبس حتى هي في الفيسبوك وصفحات الفيسبوك والمواقع الكثير منية متى شركات التصالات بشكل عام ممكن متابعتهم لأنه ينزلوا في الوظائف جوجل أدخلوا على جوبس أكتب ما هي مواقع التوظيف في ليبيا بطلل لك كل مواقع التوظيف جوجل ان احنا احيانا فيه حاجات غير معلنة. وظائف يعني في جهات يدور يستقطبوا في ناس معينة او خرجين او كده. بس ما تكونش معينة بشكل عام. فهادي زي ما قلت حضرتك هي انك تكون عندك علاقات كويسة. انك تحط في الفيسبوك يعني الدورات اللي انت توخش فيها. الشيء الانجاز اللي انت درتها. في هادي هي لتخليك تعرف بالناس ديما حاطينك في في رأسهم ان الشخص الفلاني خلي نشوفوه وهكذا يعني. الله تكارف عافية السند. هاي معلومة مهمة. طرى في يعني للحكاة السند هي معلومة مهمة جدا جدا. انه في كتير من الشركات ما بتنزل بوسطات تبعتها على لينكدين. بتدور هي بنفسها. تمام? فهاي الشركات لازم يكون انت موجود يعني انت عندك لينكدين حتى ابا لينكدين في مهاراتك في خدراتك في خبراتك اذا خبرات. وهاي الشركات بتقدر تبحث عنها. يعني تقدر تدخل على جوجل تبحث على هاي الشركات تروح تشوف. انت لو دخلت على لينكدين رحت على جوجل عرفت مواقع التوظيف من مواقع التوظيف. عدت الشركات. تمام? بتقدر من الشركات هاي تروح على نفس الشركة. تقدم في نفس الشركة. طبعا هذا برضو. يعني اذا انتم حابين تتعمق موضوع الوظيفة في عنا آآ في عنا على على قناتنا على اليوتيوب ماي كومينيكيشن. هتلاقوا اشيء اسمه السير الداتية. تمام? ادخلوا يشوفوا الوظائف. كيف تبحث على الوظائف بشكل تفصيلي. تمام? كيف تدور على الشخص المناسب. وهذا الشخص المناسب هو اللي هتروح تقدم عنده. وكيف تحط المهارات للأشياء الكلامات المفتاحية في السير الداتية. تمام? الله يعطيك الف عفلسانة ما قصر. طيب. اه في اسئلة على الشات. اه. انا بس ننزل ايادي الاشخاص اللي سألوا عشان نجاوب على اسئلة في الشات. اي حد عنده سؤال يرفع ايده. هل ما نسأل الصلاة؟ طيب. اه استاذ. اه سلام عليكم. هل ممكن يلي عنده خبرة في تصميم الدواء الالكترونية يطلب يتم طلبه من قبل اه شركات الاتصالات؟ لا. للأسف اه للأسف احنا مش اه شركات ما عنا شركات مصنعة. تمام? لو انت موجود في شركات مصنعة. تمام? ممكن يحتاجوك في عملية التصميم. بس شركات الاتصالات ما تحتاج شخص يعمل عملية التصميم للدوائر الكترونية. طب انا ايبراهيم شو اساوي اقلب المهارة اقلب الخبرة لمهارة. القدرة على على عملية التصميم. ديزاين. اما تحط ديزاين وقتها الناس بتدور عليك. طيب انت عندك مسلا مش عارف ايش ديزاين في كذا 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 كذا. لازم تروح تأخذ الخبرة في اشي. او تاخد دورات. في برامج التصميم. او في التصميم. مش برامج التصميم. في التصميم. الابراج مثلا. وبعدين. بعد ما تأخذ الخبرة وتحط أنك أنت عندك خبرة التصميم وقتها لما تقابل حيسألك أنت إيش بتاع التصميم؟ قولها ما أنا أعرف أعمل تصميم برج كامل بقدر ركب الأنترنات والكياب الواوا إلى آخرين تمام؟ مهارة وليست خبرة بعد ما تأخذ الخبرة بتكتب خبرة قبل الخبرة تكتب مهارة تمام؟ حيانا اشترت خبرة وعمر محدد كيف الحل نقدم أو لا؟ قدم تمام؟ عمر محدد وخبرة قدم لأنه فعلينا مجلس ألوك ما حيقولوا لك تعال ورجينا تعال امسك هذا الكوننكتر واشتغلوا بإيدك تمام؟ قدم وصدقني مليون في مئة لو عندك المعلومات التقنية اللي هم محتاجين حيوظفوك من غير ما يتفرجوا لا على العمر ولا على الخبرة تمام؟ لأنه أنا بدي شخص عارف كيف الطبخة تنعمل من وإلى انتهى الموضوع وهو تعلم من شخص عنده فنان شيف طبخ فطبيعي خلص هذا الشخص يكون أنا مناسب لأيلي كيف يمكن أن تطور نفسي في التخصص اللي هي شهر متخرجة ونبين أن أطور ماي كومونيكيشن ادخل يا ماي كومونيكيشن هتطور نفسك تواصلي مع نوال ولي هتعطيك كل إشي أنت محتاجيته هل من سنلزم نكون محترف في برمجة؟ لا 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 نهائيا وليله دخل في برمجة تمام؟ التصلاة ما بتحتاج برمجة ما تحتاج برمجة بايتون ونصي بلاس كل هذا كلام فاضي ما فيه في الاتصالات برمجة أنت ما بتجد أنت ما بتبرمج الأجهزة بمعنى أنك أنت بتبدأ بتبعتها من الصفر أنت فعليا بتتعامل مع الأجهزة المبرمجة أنك أنت مثلا تحط كومنت زي آد كارت آد كارت أنا مش لازم أروح أدرس بايتون عشان أكتب آد كارت خلاص هو بيقول لي عنده خمسة عشر كومنت هاي الخمسة عشر كومنت بتتعامل معاه في عملية البرمجة تمام؟ يس التدريب الميداني هي 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 خبر خبرة احنا في ليبيا عندنا شركات متعقدين معها لتدريب الميداني انت لما تنزل تدريب الميداني لا تكتب تدريب الميداني قول لي اشتغلت اشتغلت مثلا في عملية تركيب الأبراج انت تروح تشوف الأبراج كيف تتركب نزلنا على البرج الفلاني وعملنا كذا 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 تمام؟ مثل حرفيا قاعد فوق راسي بيخش يشوفني كيف نخدم ويعرض علي مساعدة يعرض علي في مساعدة وأنا نتحمل فيها هل يعتبر هذا انواع ضغط العمل؟ لا هذا مش انواع ضغط العمل تمام؟ هاي أبسط أنواع ضغط العمل انه يكون في واحد فوق راسك تمام؟ ساميغمانس لي يريد يعمل بشركة انترنت الكورسات تنفع مجهندس مجال هذا هو كورس الشبكات وشنو يحتاج في هذا المجال؟ اللي فهمته انت تتكلم على الاس بي في الاس بي لازم تكون تفاهم وايرلس اوكي مش اوبتيكال اوكي يعني انت عندك مايكرويف يعني انت عندك واي فاي فأنت محتاج تتعلم وايرلس تفهم ايش تردات ايش الباندويت كيف تقسيمة الكاريير كيف عملية البرورغيشن وهو الاخري طبعا هل ممكن ناخد كورس الايب ويف بعد كورسان سلسات متكاملة؟ يس تمام؟ بس انت مش قد الايب ويف محمد محمد يس بتقدر ببساطة بتقدر تمام؟ بس هاي بتاخد كورس الاي بي اس عشان تاخد الايب ويف تاخد اي بي اس بعدين ايب ويف تمام؟ ويو كان دويت موضوع مش صعب بالعكس موضوع الكورسات تختصر على تختصر على نفسك يعني عشان ااخد الايب ويف قاعدة خمس سنوات انت ممكن تخلصها في خمس شهور تمام؟ يس يو كان دويت ايزلي ان شاء الله انا طالبة فيني اشتغل بالاتصالات واحصل على خبرة قبل يس يا اوه عندنا طلاب عندنا طلاب سنة ثالثة جامعة بيشتغلوا في الاتصالات تمام؟ اوكي يس يو كان دويت وعلى فكرة لما تروحي على الشركة ما هيقول لك وين الشهادة تبعتك هاي انا انا بضمن لكيها الا اذا كانت شركة حكومية يعني انت لما تروح تشتغل في هيئة في وزارة الاتصالات لازم يطلبوا شهادتك طبعا انا ايبراهيم بدي اشتغل بشركة خاصة مو شرط تمام؟ بالعكس الشركة الخاصة بتقول لك ما معك شهادة خليني استفيد منك قبل ما تاخد الشهادة وتطلب براتب عالي برامج مطلوبة ولا اي برنامج لازم تفهم انت الاساسيات لازم تفهم الكونسبت اذا انت تفهم الكونسبت كامل وقت بتتكلم على البرامج اذا انت ما عندك الكونسبت انسى انا شغال لي اربع سنوات واريد السفر ولا اعرف شركات السفر المشكلة مش شركات السفر مشكلة عندك في سيرة ذاتية وعملية تقديم الوظائف لازم تكون سيرة ذاتية قوية وفيها كلمات مفتاحية عشان تقدم على وظائف خارج ليبيا او اذا انت في دولة وتطلع خارجها تمام لما يطلبوك ان شاء الله بدنا الله هتقدر تسافر وما فيها مشكلة مشكلتك مش في الخبرة مشكلتك في السيرة الذاتية تمام وعملية الكي ووردس في السيرة الذاتية بالنسبة لي دخول كورس اكاديمية صلاة هندسة صلاة متكاملة هل يعتبر خبرة يس خبرة خبرة بنعطيك شهادة شهادة يعني كنت عندك مهارات عامل المسح الميداني يعني انت عندك خبرة عامل مسح ميداني لما تيجي تاخد الكورس عندي حاطيك سايت سيرفيه هتروح تعمل السايت سيرفيه انا بعد ترف بعطيك سيرتيفيكيشن انك انت قادر على عمل المسح الميداني وين اي شركة في العالم في الاتصالات تمام وبصيغ لك ايها في السي في ما تخاف اول كورس بالاتصالات المتكاملة بالاكاديمية مثلا الواياليس قدمت على شركة اتصالات ومشغلين بالبلد عندي بتكون كافية قادرة على تخط المقابلة اذا كانت الوظيفة في تروح تقدمي في اوبتيكال وتقولي انا هعدي الاوبتيكال لا اذا كانت الوظيفة في الواياليس يس تقدري بالضبط بالضبط الاي بي اس خلي موضوع اتواصل مع نوال على موضوع الاي بي اس تمام سعره غالي جدا لو عندي مقابلة كمان اسبوعين واشتركت في الكورس اقدر ان نقبل هالوظيفة يس اذا انت مريم مريم اذا انت فعليا عندك مقابلة في احد الواياليس او الاوبتيكال والميكرويف واسبوعين وقعدت طول اليوم تدرسي انا باذني الواحد اذا ما عدت المقابلة تمام اذا كانت في الواياليس اذا كانت في الواياليس وذا كانت التخصصات سايينينجينير افت Lis deeper иск انجينير الاشياء اللي الها دخل في الواياليس مش مضمنلك مبادنك مية في المية وبعطيكي ضمان ذهبي كمان اذا ما عدت المقابلة لات رجعك المبالا себя دفعتي كامل بس تكون المقابلة في وتعطيني اسم الوظيفة عشان اقول لك هاي موجودة عندي في الكورس او لا. اه لو محاسبة شرط شهادة محاسبة ما بتقلت دخل الكورس بصراحة يعني هل في كورس يخص هندسة القهرباء اوكي هل العمر لي دور لا مايرو دور طيب ناخد اه ردفان عشان ايش نغلق الايش الورشة. خدي فايبر خدي كورس فايبر دي دابلو دي ام او بكالي ترانزميشن خدي كورس الفايبر ولازم تخلصيه في اسبوعين. عدد ساعاته خمس واربعين ساعة. تمام? لازم تخلصيه في اسبوعين وتعديه كمان. وتقدمي الامتحانات اللي فيها عشان اضمن لك انك تقدميها. وايرلس اوبتكال مايكرويف حسب النيتس. انا محتاج كور كورس الكورس. انا محتاج وايرلس كورس الوايرلس. انا لاني ميوت. انا بش ماندس خالص شكرا هلف شكرا كنت انا قد عميت لك رسالة وجاوطني عليها. يعني قلت لك بالنصف دخوليك رسالة ثلاث صالات متكاملة. خلص. اه اه عندك اه اوكي خلص جاوبتك علي. اه? ايه جاوبتني شكرا 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 يا الدكتور على المحاضرات هذه الحلوة جدا. ولا يهمك يا عيوني لك حبيبي. حبيبي يا رتفان. الله احفظك يا استاذ ابراهيم كنت اه يعني انا مش بنشتغل في شركة ولتقريبا سنتين بس معك كنت شعار في هذه الحاجات اللي كلمتنا عليها مثلا الضغط وادارة الوقت. مهمة يا رتفان انا اول سنتين في حياتي ما سبب للمشاكل غير قلة عندي. تمام? سببت لي مشاكل جدا. والله اول مرة يا استاذ ابراهيم اول مرة اسمع بهذه السوفت سكيلز والهارد اه وير سكيلز هاد اول. يلا ان شاء الله مش اخر مرة تابعني على موقع التواصل وهنا راح نقدم ورشات اخرى فيها وقدمنا جيد ورشات على موقع ماي كومنيكيشن اكاديمي. تمام? ان شاء الله وشكرا شكرا يا استاذ ابراهيم مع الف شكرا. هو لي همك حبيبي. طيب. يا انا مع السلام. الاعنان اني كريجي سانسكارب ولكن الاسمع الشديد الورشة اعلان لشركة. طيب. يعتكوا العافية يا جماعة. كما ان الله مع السلام.